اهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم جلوبال قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد رسالة رئاس الجمهورية كانت واضحة وصريحة حول مصير عدد من ولاة الجمهورية الذين فهموا الرسالة جيداً عندما عزل الرئيس سببون في ذات اليوم آداء اليمين الدستوري وزيرة الداخلية مع استقالة الوزير الأول السابق نوردين بدوي وكشف إنهاء مهام وزير الداخلية في وقت مبكر عن نية الرئيس سببون تغيير طاقم ولاة الجزائر التنفيذي ويدرك الرئيس سببون أكثر من غيره بحكم عمله الطاويل كوالين صعوبة المهمة التي تنتظره ويدرك تماماً أن تعيين الحكومة أسهل بمراحل من تنفيذ حركة سلك ولاة الجمهورية كما يعرف تماماً أن ولاة الجمهورية في النظام الجزائري هم القاطرة الفعلية للتنمية ومحرك عجلتها وهم وحدهم من سيصنع الفرق وقد أفادت معلومات متتابقة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد بون سيجري حركة تغيير واسعة في سلك الولات وهذا لمباشرة تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان قريباً المعلومات الأولية تبين إنهاء مهام 17 والياً متابعة عدد منهم قضائياً هم ولاة البيض، سعيدة، نعامة، وهران، ورقلة، الجزائر، مستغانم، بسكرة، سطيف، تيارت، أدرار، عنابة، خنشلة، قسانطينة، غليزان، بومردس، عينت وشنت كما تم تحويل عشر ولاة إلى ولايات أخرى هم ولاة الجلفة، تيزي وزو، تامنرس، سيدي بالعباس، بيجايا، بويرة، غردايا، برج بوري ريج، المسيلة نتمنى أن تكون هذه التغييرات بادرة خير على الجزائر اللهم احفظ الجزائر واجعلها في أمانك وإحسانك اللهم اجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ديق مخرجاً اللهم أنت ملاذنا وأنت عياذنا وعليك اتكننا اللهم احفظ الجزائر من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم يا رحيم اللهم احفظ أمننا ووحدتنا واستقرارنا ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة